أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان العين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله مودع قلوب أصيائه من لطائف المعارف ما تحار فيه البصائر وجاعل قلوب أحبائه طوالع الأنوار وفتح بمفاتيح الغيوب أقفال القلوب عمن شاء واختار ورفع حجب السرائر ودفعت الأستار فدهشت في مبادئ إشراق نوره الأحداق والأنظار والصلاة والسلام على سيدنا أبي القاسم محمد المختار وعلى آله الأئمة الأطهار وأصحابه النخبة بالاختيار ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الملك الجبار نعم قد تكلمنا حول ثبوت الولاية التكوينية للنبي صلى الله عليه وآله ولباقي الأوصياء والأئمة والاستدلال اليوم بالمعجزة التي يجريها الله على يد النبي عليهم الصلاة والسلام أجمعين حقيقة المعجزة ما هي هناك من يخلط الأوراق بين المعجزة والكرامة والسحر والعياذ بالله من الرقم الثالث المعجزة هي التي قد علمنا من تاريخ الأمم أن كل أمة جاء فيها رسول يدعو بالنبوة كانت تلك الأمة تطلب منه برهانة على صدقه ومن حقها أن تطلب هذا البرهان إن لم يحصل لها العلم بنبوته من طريق آخر وذلك للتثبيت من صحة أي شيء النبوة ولكن دون تعنت أو شطط فيأتي البرهان على صورة معجزة ما سواء كان ذلك نفس ما طلبوه أو شيئا آخر غير الذي طلبوه ويجهد لذلك قول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ما من نبي إلا وأوتي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحي إلي فأنا أن أكون فأنا أكون أكثرهم تبعا يوم القيامة ومعنى هذا الحديث يردف إلى أي شيء إن معجزة الرسول هي الخالدة والبرهان والمعجزة الآن نأتي إلى تعريف المعجزة والمعجزة هي أمر ممكن عقلا خارق للعادة يجريه الله على يد من أراد أن يؤيده ليثبت بذلك صدق تلك النبوة وصحت تلك الرسالة وقد من الله سبحانه وتعالى بفضله وأنار البراهين لبعض الأنبياء أو كل الأنبياء وجل الأنبياء يستجيب لطلب المعجزات من الأمم ويجري بعض المعجزات على يد أنبيائه ورسله دون طلب صريح من أقوامهم لكن حالهم تستدعي ماذا؟ إظهارها وإنما يجر الله سبحانه وتعالى بحكمته العالية هذه المعجزات على أيدي رسله باعتبار أن الشواهد المادية والمعنوية الخارقة للمعتاد المألوف في قوانين الكون وأنظمته تضع الباحث عن الحق أمام البرهان الواضح الذي لا يشبه شك الدال على صدق الرسول في دعواه أي شيء الرسالة ذلك لأن الذين يتحداهم الرسول بالمعجزة ما هم بشرة أو غيرهم لا يستطيعون ها المعجزة لا يستطيعون الإتيان بمثلها منفردين أو مجتمعين مهما بلغت قدراتهم في حدود قدراتهم الممنوحة لهم بحسب مستواهم وإذا استجاب الله لطلب المعجزة أو أظهرها من غير طلب تم أمران الأمر الأول أن الله يجري على يد أي شيء رسوله أمر خارق للعادة لا يتمكن هذا الرسول بصفته البشرية افهم معي هذه المقاط بصفته البشرية بالغة ما بلغت به القوة الجسمانية أو الروحانية من فعله والقيام بمثله بحسب المعتاد المألوف في قوانين الكون وأنظمته لو لا أن الخالق العظيم أجراه على يديه تأييدا له ها بإذن الله مؤيد من قبل الله في إنه الرسول الصادق فيما ينقل عن أي شيء عن ربه والله الذي أجرى تلك المعجزة على أي شيء على يد رسوله إنما الرسول هو وحده عاجز لكن القدرة الإلهية والعناية الإلهية لإظهار برهان الله أجرى الله سبحانه وتعالى على يد ذلك الرسول تلك البراحي أما أنه وحده لا يستطيع الأمر الثاني أن يتحدى الرسول قومه بأن يأتوا بمثله بمثل ما جاء به إن كانوا في شك من صدق هذه الشهادة الربانية له فإن ظهر لهم عجزهم عن المعارضة عالموا بأن ذلك من فعل الله سبحانه وتعالى ليشهد بلسان حال المعجزة إن هذا الإنسان الذي ظهرت على يديه هذه المعجزة أي رسول الله حقا وهو صادق فيما يبلغ عن ربه والمعارضة أي معارضة ذلك الرسول لا تتم إلا بأن يأتي القوم بمثل المعجزة وهذا مستحيل لأن قدرة الله تفوق البشر بمثل المعجزة وعلى الصورة التي أجريت تلك المعجزة بها فإن عورضت بمثلها ولكن على صورة أخرى تدخل ضمن أي شيء حدود القدرات الإنسانية فلا تكون معارضة صحيحة وذلك كمن يعارض معجزة سيدنا عيسى عليه السلام في شفاء المرضى باللمس بأن يستعمل الوسائل الإنسانية الطبية في شفاء مثل المرض الذي كان يشفي منه عيسى عن طريق مجرد اللمس بإذن الله سبحانه وتعالى لكن ذلك مؤيد من قبل الله وهذا ماذا يستعمل الأدوات هذه ليست بمعجزة خارقة للعادة وما تقدم تبين لنا أن المعجزة من الأمور أي شيء الممكن عقلا فلا تكون إذن من الأمور المستحيل عقلا كما يتبين لنا مجمل الشروط التي يجب توافرها في خوارق العادات حتى تكون من المعجزات وهي كما يلي أولا أن يتحقق كونها من الأمور الخارقة للمعتاد المألوف في قوانين الكون وأنظمته الدائمة اثنين أن يتحدى بها الرسول من تناولتهم دعوته وشملتهم فإن جرى خارق العادة على يد غير مدع الرسالة المتحدي بالإتيان بمثلها فإنها لا تكون ماذا معجزة وقد تكون كرامة كما سيأتي في البحث إن شاء الله مفصلا ونبين الفرق بين الثلاثة ثالثا أن تعجز هذه الأمة أن تعجز هذه الأمة وجميع البشر عن المعارضة بمثلها بمثل تلك المعجزات على صورة الخارقة التي تم تحديهم بها قال علماء الكلام ويشترط في المعجزة بالإضافة إلى الشروط السابقة ألا يكون الأمر ماذا خارقا للعادة متضمنا تكذيب مدعي النبوة الذي جرى هذا الأمر الخارق على يديه كما حكي عن مسلم الكذاب لما قيل له إن محمد صلى الله عليه وآله وسلم تفل في عين أرمد فشفيت فأرنا مثل ذلك فتفل في عين أمرد فعو ميت